والليوم نتناول الموضوع في غاية الأهمية هو يهم الرجال والنساء ولكن اليوم النساء تحديداً يعني راح نروحوا إياهم ونرحب بضيفة الظاهرة لأول مرة خبيرة المظهر لستايلس زينب البيع يا أهلا وسهلا بيج أهلا وسهلا بيج هي طبعاً قادمة من لبنان وعملها الأساسي في لبنان نتحدث بداية كيف أن دخلت هذا المجال والله يعني أني اتبعت شغل في وحلمي خاطر أدخل في عالم الأزياء يعني صالي يعني بفوق العشرين سنة يعني عندي هاي الهوبي والتحاقت بالباشن المالتي وشلت أنا ذاك يعني داع أشتغل بالبنك نعم شاء الله شين داع أشتغل غير شغل نعم وقررت أنه أقلب الصفحة وأبل الشي يعني تحبي أني حابتا أنا أحباً نعم وبالأخص في تنسيق الملابس يعني إن كان للإناث أو للذكور أو للأطفال يعني كلش أحب هذا المجال يعني مو شوي طيب أنت قلت لي أنه من أنت صغيرة تسوين أشياء ملفتة للنظر مختلفة عن الباقين بس والتنسيقات وشي طب من كبرتي وأنه أخذت القرار أنه تعوفين أو تتركين الحياة المكتبية والإدارة تتجهين إلى الشي اللي تحبيه أنت من شتة صغيرة دعمتي بالدراسة أكيد أكيد يعني أنا حتى بفترة عملية كانت التحقت بجامعة ببيروت هي تأسيسها يعني المدرسة موجودة في باريس اسمها أسماض نعم مدرسة رئيسية يعني نعم وفتحنا مفتوحة في بيروت وكذلك عدا فرعها هنا في دبي فقررت أنه أخذ الستيليزم يعني مصممة الملابس التحقت به لأنه على طول يكون عندي يعني أفكار براسي وما تعرف شون أترجمها على ورق فاضطريت يعني ألتحق بهذه الدروس وكورسات خاطري أتعلم أشياء وأقدر أنا يعني أرفق هذه الأفكار فعليا على الأرض أوكي انطلقتي انطلقت منك وبعدين طرح لي فت فكرة براسي أنه حبت أصمم شفقات يعني شفويات من قماش التول يعني بالأخص التول أنه التول أحس كل شيء شراقي كل شيء فامل كل شيء فامل أنتوي يعني أكثر طيب خلينا ستبع باي ستبع خد نبدأ من أول مشاركة لتش يعني أول مشاركة فعلية على عرض الواقع بعد أن تخرجتي ودرستي أنا خلصت وبعدين طلعت لي هاي الفكرة وصممت شفقات من تش ووزعت المحلات وحتى وزعت البنات صديقات يعني بدأتي كمصممة بلشت كمصممة بلشت كمصممة صحيح بس على طول أنه أنا بيني وبين نفسي أنه رغبت أن أكون أكثر يعني بالتنسيق عما أكون أنا مصممة نعم لأن التصميم يراد له نفس طويل ورازم تتعلمين الأفصال والأقماش إنه الأقماش اللي حدد التصميم للقطعة فإن مجال واثع فشفت أنه أنت ميلين أكثر للتنسيق نعم أميل أكثر للتنسيق على طول يعني رسمي نشوف شيء بس حلو أنه أنت جربت حلو أنه أنت جربت يعني هذا مهم أنه لازم يجرب حتى يشوف وين نفسه أكثر نعم فنبدأ في بدأت الصور تطلع على الشاشة فنبدأ بالعمل لشيء الكارير المنتجة شون بديتي أول أول شيء من بعد هاي يعني أنا قررت أن أستقيم عمل وظيفة البينك لتحقت إلى جامعة همينة في نيويورك فاشن انستوتوط التكنولوجي شاركت بعدة مو بس إفنت شاركت يعني هي الجامعة مخولة أنه تأهلك إلى عالم الموضة في تمنحكم فرصة يعني عدها باب أنه تقدرين أنه تشتغلين والناس المختصة في في نيويورك فاشن ميك فشاركت 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 وأكيد الحياة هناك غير عن الشرق العنصة يعني أثبت غير موجة غير سكيل غير كل شيء وسائبة اشتغلت ومو صممين أزيارة رونوي فاشن شوز برزنتشن بريدل برزنتشن يعني غير فيد اختلاف كبير مختلف تماما بس زادت حب هاي نعم لأنه هاي الحركة وخاصة هاي الاتجاهات المختلفة بالأزياء والإفنت الكبيرة كلها زادت الشغف ومحمبة طب فيه صور مرة عن الشاشة أيضا مشاركات أنت عملتش الآن الأساسي في بيروت نعم صالتش كم سنة بيروت عشرين سنة؟ أنا صالتش عشرين سنة بيروت طلعا صالي سواء ده ربيع حتى تحكي عراقي لأنه من حكي أنا بالبداية يعني لبنانية بس اثنين وعشرين سنة وكل مجالس أنتي أكيد وياهم فتتصر بعض أو ظهرت راح نشوفها مجديد أول عمل انطلق عندي بلجت أني أدق بواب على شركات الإنتاج اللي هي تصدر تنتج إعلانات في عدة منتوجات يعني ملجات ملجات ممكن تكون في عالم الثيارات عالم يعني مشروبات الغازية أعمال إنسانية يعني للأسو أس فيلج همين أول مشروعي أول مشروع بالأسو أس واجأني هذا الجوب من دبي وبعدين كرت السبحة وبعدين انطلقت قاطل لغة رجعت البيروت ودقيت مثل هذه الإعلانات ماذا نصمم بها؟ كيفية فكرة؟ يكون يعني كل واحد عندها دور وهما يحتاجون أحد يكون هو مسؤول عن التنسيق الكاريكترز اللي موجودة على الأرض وشنت وياه عن ست وهملة مثلا كان دي لبس براند انتي أيضا مستشارة وخبيرة صورة صحيح يعني أغلبت المجلات لا أغلبت المجلات لا يعني أي موضوع أنا بشتغل أكثر على الإمج ما لت الشخص يعني أنا أجمع شغلتين أجمع الفاشن ستايلنج بإمج كونسولتنسي يعني أنا كلش مهم بالنسبة اليوم أن أشوف الشخص أنه أعرف أنه هذا شنو يلوق له وشنو ما يلوق له بالإمج الشخص كلش مهمة لأنه تعكس هويته 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 كل الشخص الواحد يعني أول تقدمه للأخر هو واحد يباع شكله يعني ما تكلم مثلا أنه شخص ذو مهنة معينة لبسي فالشيء اللي هو بعيد عنها كليا يعني لا تتناسق ولا تطابق على هويته هو حسنا خلينا نكون صراحين يعني قبل كان أكو اهتمام بالطلع طبعا بس هسا بزيادة خاصة وراء الألفين يعني هذا كونسبت الفاشن ستا والبلوغر والستايلس صحيح أكثر ازدهر بعد الألفين صحيح اي مصحيح فأنتي شوفين هل الكل لازم يمشي على يعني يجب الدقة لا أنا لازم أقول كل واحد يمشي بشخصيته بطبيعته بهواه شو بيلبق له شو ما بيلبق له من ناحية جسمة كسمة ألوانة ملامحة الفيشل فيترز يعني ملامح الوجه وكسم الوجه التقاطيق كل هتلعب دول كل هتلعب دول يعني كل البودي بروبورشن الفيزيك مالتل واحد بده يمشي عليها يعني اتباعا ما تقدرين انه والله واحد يعني فلانة مثلا يعني لأفو عنده بطن وتركيزه كله هنا أنا وريدي لبس فتشي كلش ضيقوشي يعني مش لايقه طيب انت يا ساحتياتي بموضوعك وش مهم؟ خلينا اليوم نقدم نصائح بهذا الموضوع ونفيد الناس اللي دا تشاهدنا الان على انه اللون البشرة أو السحنة وش نتماشى معها الوان وشكل الجسم خلي اليوم نطيهم كم تبسي عن نصائح حتى يستفادوا من عندها يعني مو بس يعني على الوجه يعني مثلا اكو وجوه ممكن تكون مدورة اكو وجوه طبعا وثلثة مربعة ايه ومستطيلة طويلة اكو وجوه حتى عريضات ازياء يعني يكون وجهها يعني طولاني وجبينها عريض يعني مثلا هاي اللي تخبي مثلا شوية دفايات بوجهها يعني هي هس تقو في بوب كات يعني يعني الوجه طويل لازم يكون طويل اذا كان كلش طويل وهي شي مستطيل نعم على الاقل انه وعدها قصة جبين شوية عريضة فاذا لازم تغطي الجبين لازم تسوي مثلا قذلة قذلة اتسوي شوية تلاييرين مثلا لخاطر تطي شوية فوليوم للوجه عرفتي وخاصة من القدام كن حتى القصات اللي تروح لها؟ الفوليوم مثلا ايه مثلا الوجوههم يسموها هارديشيب يعني عدها مثلا هاي الفروت الراس اللي تتجي بالنص ماذا القلب مثلا هاي كليش ضروري انه يشتغل لها فوليوم من جوا ليش خاطر يا فو ولجوا يعني التركيز يكون على هالمنطقة نعم الوجه البيضوي البيضوي لا تسوي بالانس من فوق الجوا البيضوي ايه اي شو الأمثل وجه؟ اما ون يقولن البيضوي ما في امثل وجه انا خلقت الله سبحان الله تلقو لك كل شي اقول دا بنا البيضوي حس عيني هناك ايضاً 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 كما امى يعني عندي مجال مجال في كبير ايضاً الاعبير سهنا من جوه. فأني يعني ألعب سأني ما أقدر أسوي قتلة من قدام لأن أطلع كل شيء ملوق لي مثلا. لأنني رحلة هاي الصفحة. لازم يعني على الجهة. حتى لو لم يتي شعرتها مني تتطلعين غير بني آدم. بس لأن انتي تعودين. هاي هويتش. الناس تعودين يشوفون رقية بهذا المنظر. بس أنا عم بالحقيقة بنع الشاشة. لا والله يعني أنتي لاثنين حلوين يعني. لا أنا عم جيكلي أنا عم واحد يقول لي ليش نعم. طيب. لون واحد. لون واحد. وتلبس الألوان اللي تليق في بشرتها. أوكي. وألوانها هي. والعيونها. نجع البشرة بس خلص الأجسام. إذن لي عدهم بطن بارز شوية. لا يلبسون لمورد ولا يلبسون البي طبعات. درجة هذه الطبعات كلها. لبسون لون واحد. وقماش يكون هذا المضيق على الجسم. أوكي. طيب. ويعني مثل الواحد يلبس تونيك. يعني مثل القميص هي شي تونيك ويا جوالقين وشي. أوكي. ينطي هم من الفد امج يضيق. القميص الطويل. يعني تونيك شوي. طيب. يغطي ويا. أوكي. والذي عندهم مثلا الأرداف. هي اللي هيسموها البيار شي. أو الديامند شي. هاي ساعة الساعة لازم تركز على الفوق. وتلبس مثلا لون غامق من جو. ويكون لون مثلا. بنسل سكرت. أو يكون لون أو بنطلون مثلا. أمسل سكرت. تعرفتي. تريد أن تقوم بالنطلون بين الفنطلون. قصة ما لتكون لدي البنطلون. ايه وتكون سكرت. وتكون سكرت. وتكون شوية بها روم يعني. شوية بها عرض ممكن شوية. أيضا هذا الدرج للبناطير العالية. والعريضة. والعريضة. والجايسة. هاي تفيدهم. اللي أدهم أرداف ولا تفيد منه بالضبط. تقدر تخبي. بس مش خسر عالي. لأنه خسر العالي يسوي أنفسس عليها. فضروري أن تلبس شيء. تتفهم لها أكثر. فضروري أن تلبس شيء. هاي شوية هذا الواسع من فوق. ويغطي هاي المنطقة. لتقدر يروح في تناسق. طيب التنانير اليوم. اللي هي جاي الكابل السحرين سميها. البيسي. ايه. هاي مستحيل. هاي. لازم تكون الوحدة أرد. هاي المن مناسبة أكثر. هاي المناسبة. اللي يعادها يعني. تعتبر إحنا سميها. انفرت تريانجل. اللي يسمى انفرت. يعني بيكون يعني. ايه. اللي عادها. نحافة من منطقة الأوراك والأرداف والشي. هاي. وعدها خسر. وعدها خسر. وعدها خسر أو مش خسر. بس هاي كل زين اللي يكون هاي شي ضايق عليه. ويكون كشكش أو رفلز من جوه. أو شيء. تكون مريح لها باللبس. نعم. نعم. هاي. البيضة شيء اللي أقولها. الألوان السريع. اللي سحنتها بيضة. اه البيضة. محسب. حسب شنو لوق حجر عيونها. حسب شون.. بشكل عام. يعني. البشرة اللون الحاجب. نعني. هاي أشياء. هاي أشياء. بس الالوان اللي تروح ويال. حتى اللي تتععكوا الألوان. اللي تسموها يونيورسي. اللي تروح للجميع. يعني إناث وذكور اللي هو معروف على النيفي بلو الكورال، اللون الكورالي هذا اللون يضيق يعني أي واحد يلبسه يطلع أوكي بيها والسحنتهم سامرة؟ السامرة؟ شمال ما يلوق لها؟ يعني مثل الحمطاوية سامرة كل شي يلوق لها؟ نعم، أنا براعي أنه نعم، لأنه بالطيف حتى لو لبست ألوان هاد أو شيء يعني إذا طبعا الواحد ينزل للبحر يعني تتغير ألوانه فتجي غير ألوان إتلوق لها يعني ألوان الفواتحة وحتى الألوان الخمرية، الألوان الترابية، الألوان النارية يعني عندك إتي مجال تلعبين بهذه الألوان غير الشخص يكون شوية أبيضاني نعم أبيضاني، زينب، ضمنت إذا زينب البيع شكرا جزيلا إن شاء الله تجمعنا اللقاءات وأنتم حقق النجاحات أكثر مع المشاهير مثل ما شفنا شكرا جزيلا لحضورك اليوم بالظاهرة شكرا إليك وشرفنا نكون على برنامج الحلو حبيبتي، أهلا شكرا جزيلا لحضورك